اهلا بكم من جديد كل متابعين متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان ساعات قليلة بتفصل النادي الاهلي عن المباراة المصيرية امام نادي المريخ السوداني في جولات دور المجموعات بطولة دوري ابطال افريقيا ولنتجتها تحسن بشكل كبير جدا مسألة صعود الاهلي الى ربع النهائي خضى مساء اليوم فري الاهلي ميرانو الختامي ضمن التحضير لمباراته ضد المريخ السوداني غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا ويحتل الاهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الاولى لدوري ابطال افريقيا برصيد اربع نقاط وده بالتساوي مع المريخ والهلال السودانيين قال بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي ان الفريق بيخود مباراة صعبة جدا غدا امام المريخ السوداني هتكون على استاد الاهلي وي السلام في الجولة الخامسة من دور المجموعات زي ما قلنا لكم لدوري ابطال افريقيا اكد بيتسو موسيماني ان الاهلي هيلعب على الفوز وحصد النقاط الثلاث اضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المريخ ان الضغوط هي جزء من حياة الاهلي ومنذ ان تولى المهمة وهو يعيش في هذه الاجواء خاصة ان الفريق هو دايما مطالب بالفوز في كل بطولة بيشارك فيها سواء في افريقيا او الدوري العام او كاس مصر او كاس العالم او كاس العامل الاندية دايما الفريق مطالب دايما ان هو يفوز اكد موسيماني انه بيفضل اللعب في هذه الاجواء في ظل الضغوط والتتويج بالبطولات مع الفريق واشار الى ان يعني فريق بحجم الاهلي وخبرات اللعيبة الموجودين فيه اقدروا ان هما يتعاملوا ويحققوا اهدافوا في اصعب الظروف ايضا حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي على تحذير اللعبين من صحوة المريخ السوداني قبل مباراة الغد اللي بتجمعهم في خامس جولات دور المجموعات لبطول الدوري ابطال افريقيا وتموحه في المنافسة على الصعود الى ربع النهائي ايضا موسيماني طالب لعيبة الاهلي بضرورة التركيز الشديد في مباراة المريخ السوداني وتحقيق الهدف المطلوب من المباراة وعدم ترك الفرصة للخصم في السيطرة على مجريات اللعب ايضا اكد عليهم ضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم في حسم المباراة لصالحهم وعدم ارتكاب اخطاء تكلف الفريق اي اهداف ايضا حذر المدير الفاني للاهلي لعيبة الاهلي من تكرار اخطاء مباراة الذهاب بين الفريقين بعدما تراجع اداء اللعيبة وكان نتيجته استقبال هدفين وكان يعني يكلف الحقيقة الفريق الاحمر خسارة مقطتين مهمين جدا لولا تسجيل هدف الفوز بنقاط المباراة في الربع ساعة الاخيرة عن طريق عمر السولية كمان اعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي قائمة الفريق اللي هتدخل معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمباراة المريح السوداني في دوري ابطال افريقيا وخلينا نقول لكم الاثنين وعشرين لاعب هم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وياسر ابراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وآيمن أشرف وحسين الشحات وقالي وديانج وعمر السولية محمد مجدي أفشا محمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد عبد القادر كمان شهدت القائمة عودة محمد هاني بعد ما غاب عن لقاء سانداونز الاخير للإصابة كمان تواجد بيرسي تاو بعد ما يعني تناولت بعض التقارير الأيام اللي فاتت أنباء غير صحيحة حول إصابة اللاعب في العضلة الضامة وحكته للعلاج ستة أسابيع كمان بيتواجد كريم فؤاد الذي غادر مباراة سانداونز للإصابة وبيشارك الثنائي الثنائي الأهلي محمد هاني وكريم فؤاد في مران الفريق اللي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بعدما تعافى الثنائي من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا كان بيعاني محمد هاني من يعني ألام في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري وغاب بسببها عن مواجهة الفريق أمام سانداونز الجنوب إفريقي في دوري الأبطال تعافى هاني من الإصابة وشارك في جزء من مران الأمس قبل يعني ما يشارك في مران اليوم الذي بيستعد من خلاله لأهلي لمباراة المريخ السوداني بدوري الأبطال كمان شارك كريم فؤاد في المران بعد تعافي من الإصابة بكدمة في العضلة الأمامية وشارك في مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة كمان أصفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والمريخ السوداني عن جميع التفاصيل الخاصة بالمباراة المقرر إقامتها في الساعة السادسة غدا الجمعة باستاذ الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا وعقد الاجتماع الفني ظهر اليوم الخميس بحضور الجهاز الإداري لكل يعني من الفريقين إلى جانب ممثلي الاتحاد الأفريقي من لجنة الحكام ومراقب المباراة وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدي النادي الأهلي زيا كاملا من اللون الأسود على أن يرتدي فريق المريخ الزي الأحمر كاملا بالإضافة إلى الاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة وكمان موعد وصول الفريقين إلى الاستاذ وانطلاق عمليات الإحماء وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء أيضا أعلن بيتسو مسلماني المدير الفني للفريق قائمة الفريق التي هتدخل معسكر مغلق وإحنا قلنا لحضراتكم بالتأكيد كل الأسماء الخاصة بالمعسكر المغلق يعني تابعنا مع حضراتكم كل التفاصيل الخاصة بمباراة بكرة بالتأكيد هنكون معاكم في تحليل المباراة من بدايتها ولنهايتها بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على متابعتنا في هذه التعطية من تليفزيون اليوم السابع وإلى اللقاء